موسيقى السلام عليكم أصدقائي كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير في هذا الفيديو أحببت أن أشارك معكم الستراتيجية التي أعمل بها في موقع خاص بجربيست أفليت بروغرام وأجني بعض الدولارات فالآن أنا وصلت إلى 80 دولار والحد الأدنى للسحب هو 100 دولار لكي تقوم بسحبه فسأريك طريقة العمل فيه أيضا الاستراتيجية التي أعمل بها لكي تصل إلى مبلغ بكثير فيجب أن تعمل باستراتيجية التي سأريها لك بعد قليل فالآن سأشرح لكم بعدها نمر إلى الشرح التطبيقي فأول شيء هو أنه يجب أن تقوم بتسجيل في موقع أفليت بروغرام سهل جداً تقوم بالدخول إلى الموقع وتقوم بتسجيل بعدها تدخل إلى جيربيست يعني وتجد الكثير من المنتوجات أنت تأخذ المنتوج الذي تريد أن تتكلم عنه فبعدما تأخذ الرابط هذا المنتوج تقوم باختصاره في موقع أفليت بروغرام نعم جيه بعدما تقوم باختصاره في موقع أفليت بروغرام فتقوم بطرحه في اتابة عليه تدوينة تقوم بعمل له استعراض على اليوتيوب إلى غير ذلك فهناك الكثير من الطرق وسأشرح لكم الطريقة التي أجلب بها الكثير يعني هذه طرق حصرية أجلب بها الكثير من المبيعات وهناك الكثير من يشتري وأربح عمولة في موقع أفليت بروغرام فلكي لا أطيل عليكم وداء الفيديو فنمر إلى الشرح مباشرة على بركة الله نبدأ في الشرح فكما قلت لكم تدخل إلى جيربيست ستقوم باختيار أي منتوج أنت تريد أن تقوم بتسويقه وهذا شيء مهم فإذا اخترت منتوج بثمن مرتفع فهنا العمولة ستكون مرتفعة وهذا جيد من نسبة لك لكن بالنسبة المشترين فعندما سيرى أن مبلغ كبير فلن يشتري هذا الجهاز سيكون هناك يعني لهم يعني يقول لك مثل مغربي يقليل ودائم ولكثير ومقطع يعني أنك تأخذ منتوج بثمن بسيط أو بثمن يعني قليل وتربح يعني العمولة قليلة أو أنك تختار منتوج بثمن مرتفع ولن يتم بيعه يعني هذا هو المشكل وأنت حر يعني أختار أي منتوج تري فعلى سبيل المثال هذا المنتوج بـ 129 دولار أي بـ 130 يعني 130 دولار طريقة سهلة فتقوم فقط بأخذ يعني هذا الرابط يعني هكذا يعني دائما خذ HTML من HTML هنا هكذا يعني دائما يبتدي من HTTPS إلى HTML بعدها copy نعم جيد فالآن قمنا بأخذ الرابط فهنا ستقوم يعني واجب عليك أن تسجل في أفليت GearBest يعني فقط إذا بلغ جوجل قم بكتابة أفليت GearBest وقم بتسجيل في الموقع فبعد تسجيل طريقة سهلة تقوم بإدخال معلوماتك الشخصية وحسابك على البيبال أو حسابك البنكي بعدما يعني تنتهي نقوم هنا بالضغط على Sina فطرق الدفع سنشرحها بعد قليل يعني بعدما سنشرح لكم الاستراتيجية التي ستعمل بها سأشرح لك يعني الأفليت GearBest يعني طرق الدفع المتاحة في يعني في برنامجه بعدها قام بتضغط على Sina فأنا تسجلت فيه ولدي في 81 دولار لأنني أعمل فيه شخصيا وأي شيء أضع له شرح يعني فأنا أعمل فيه لكي أعرفه فأنا أعمل فيه كما تشاهد هنا هنا يعني منتوج قمت ببيعه بـ 129 دولار يعني وربحت فيه المبيعات بيعته بـ 129 تشاهد هنا المبيعات كما أخذت فيه الكميشن أخذت فيه 9 دولار كما نشاهد الاختصاص ستجدوا في Add Center هنا Add Center هنا Custom Link تقوم بالضغط عليها لكي تعطيهم الرابط ولكي يتم تحويل الرابط يعني برابط خاص بك لأنه سيتم إضافة لها Affiliate بعدها هنا Link Name يعني اسم هذا المنتوج فهنا يعني Elephone نقوم كتبت هنا Elephone أكذا نعم بعدها Create Lake وليس Create Code يعني الكود إذا كنت تستخدم يعني البنارات على مدونتك نحن نريد فقط رابط نقوم هكذا بالضغط نعم كما تشاهد أعطانا الرابط هنا الرابط الذي قمت بنسخه هنا أزائد يعني Affiliate الخاص به يعني هذا هو الرقم تعريفي الخاص بعدها Copy Code وتقوم باختصاره تقوم هنا بتغط على Create كذا سهل جدا كل شيء يا أخي وأختي الكريمة سهل بعدها Copy نعم فقمنا نحن الآن بعمل يعني اختصار الرابط Short Link طريقة تصويق سهلة يا أخي الكريمة وأختي الكريمة لأنني شرحت شيء مهم جدا وأنا شخصيا أصويق بموقع يلعى Pinterest هذا الموقع هي شبكة يعني مثلها مثل Facebook معروفة وتقوم بالدخول إليه وتقوم باستغلالها عاوض أنك تضع الصورة ويشاهدوها الناس أنت تضع رابط المنتوج الذي أخذناها يعني من يعني من GearBase وتضع صورة للمنتوج والDescription الخاص وتقول للناس يعني إشارهم يعني سهل جدا أنك فقط تقوم بكتابة هذه العنوان وكل شيء وتقوم بوضعه في موقع Pinterest طبعا في الحال موقع Pinterest شرحت لكم طريقة تسجيل فيه شرحت لكم كيف تقوم بعمل صندوق خاص بك في موقع Pinterest كيف تقوم بوضع يعني المنتوج الذي تريد أن تقوم ببيعه وأنا شخصيا يعني أربح منه شخصيا يعني بالتجربة يعني أي شيء أجربه أضعه لكم لكي تستفيد منه والقليل من يشرح هذا الموقع Pinterest لأنه غير معروف في العالم العربي لهذا أدعوك من مشاهدة هذا الفيديو لكي تفهم أكثر موقع Pinterest فأنا لا أريد دخول في الموقع Pinterest لكي لا يكون الفيديو طويل نوعا ما فالآن يعني كما قلت لكم Pinterest إذا كنت ليس لديك المال لكي تعمل Facebook Ads أو Google AdWords فأنصحك بموقع Pinterest أنه مجاني ولا يكلفك أن يعني أن تعطيهم أي سن فقط بعدما تضع صورة وكل هذه الأشياء الخاصة بهذا المنتوج الناس يقومون بالضغط ويعجبهم المنتوج ويشترون عن طريقك فالأموال تذهب مباشرة إلى Affiliate Program الخاص بGarebase يعني ستجدها في هذا المكان فأنا نسيت أن أظهر لكم الأرباح الخاصة به فهي موجودة هنا Withdraw كما نشاهد كما نشاهد هنا لدي 81 دولار نعم سنعمل Refresh لأن هنا كما نشاهد يعني F12 أو كشي آية Refresh هاية سأطعم بإعادتها مرة أخرى هاية نشاهد لدي 81 دولار لحد الآن السحب هنا نشاهد إذا وصلت 100 دولار ستسحب على طريق PayPal 100 دولار يعني هذا الموقع يفويد عن PayPal WebMoney Bank وCobon أنا لا أريد أن أقوم بإستخدام كوبون أريد أن أقوم بسحبها لذا يجب أن أصل إلى 100 دولار لكي أقوم بسحبها أما عن طريق البنك فهو مبلغ يعني باهد هنا يجب أن تصل إلى 1000 دولار حتى تستطيع أن تقوم بسحبها من موقع يعني Affiliate Program خاص ب Gearbase نعم فهنا بعدما تقوم بإختصار جميع يعني جميع البرودويات فهنا Report هنا تشاهد الأداء كيف هو كما نشاهد هنا والأرباح يعني هنا بعت بالبعت يعني هنا 33 نقرة كما نشاهد هنا Clicks شخص واحد اشترى يعني وربحت منه 9 دولار نعم النسبة المئوية هنا 3.03 في المئة نعم نشاهد هنا أيضا Order نعم هنا طلبات هنا يعطيك المنتوجات التي تم بيعوها نعم هنا تم بيع هذا المنتوج فأخذتم منه 9 دولار هنا تم بيع هذا المنتوج كما تشاهد كل هذه أرباح الأرباح فهي موجودة هنا وهنا فقط 8 المنتوج الذي اشتهره الشخص تشاهد هنا منصف 12 1.97 55 يعني هنا لدي قائمة طويلة كما ستشاهدون 9 دولار كما نشاهد والشيء الجيد أريد أن أنوه بشيء يعني هنا يعني من نسأل عنه ولهذا سأقوله في هذا الفيديو فلن تحتاج أن تقوم بنشره لكي يشترون الناس فأنت يمكن أن تشتري هذا المنتوج وتربح فيه يعني نحن نعلم أن هناك الكثير من يستغل تطبيق eBay Club يعني أنك تشتري المنتوج فالكل يعرفه ويعني eBay Club تعتك نسبة مئوية فأنت يعني عوض أن تشتري منتوج يعني في Gearbest يعني أنت تشتري عادي فقم بعمل حساب في وقم باختصار الرابط كما شهدتم قبل قليل وقم بشراء بنفس حسوبك لا مشكل يعني لا مشكل تقوم بشراء في نفس حسوبك يعني تقوم باختصار رابط وتشتري كأنك أنت زائر آخر تشتري والأرباح تحتسب في هذا المكان يا إخواني الأعزاء فكما شهدتم هذه الطريقة التي أتبعها لكي أجني منها الكثير من الدولارات وشيء مهيب كلما أخذت يعني منتوج بثمن أكبر كلما كانت العمولة بثمن أكبر عكس المنتوجات اللي بخمس دولار ست دولار فلن تربح منها إلا القليل لهذا دائما يعتمد على المنتوجات المطلوبة في السوق والمرتفعة في الثمن يعني كحد مئة دولار أو خمسون دولار لكي تأخذ منها نسبة العمولة أكثر أتمنى أعجبكم هذا الفيديو لا تنسى مشاركتي مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع ولا تنسى الضغط على الزر لايك إذا عجبك هذا الفيديو والاشتراك في قناة قلعة الشروح لكي تتوصل بكل جديد دمتم في أمان الله